اه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا بيكم معايا في حلقة جديدة من برنامج لقاء حصري مع غادة كرامة النهاردة معنا فقرات مختلفة وموضوعات مهمة وبتعبر عنا وعن مجتمعنا وكل الفئات والعمار زي ما وعدتكم هبتدي فقرتي الاولى وبتكلم عن بعنوان حقوق زوي الاعاطة او التنمية وحقوق زوي الاعاطة اولا كثير من هؤلاء او الشخصيات اللي مرت بهذه الظروف هم يعتبروا يعني قدوة ومثل يحتزى به في التحدي والارادة ويعني لهم حقوق ولهم واجبات ايضا ان احنا لازم يكون في مشاركة في الحياة والعمل وانهم ما يكونش فيه اي نوع من اهضار لهذا الحق او عدم اهتمام بهؤلاء بنتشرف النهاردة وبنرحب بالاستاذ احمد عبد العال اهلا بحضرتك يا فندم اهلا بيك وستاذ احمد عبد العال هو مؤسس لمبادرة يعني معاقين نحو التنمية او معاقين من اجل التنمية وايضا رئيس مجلس ادارة جمعية جسر الامل جسر الامل يعني حتى الاسم نفسه معلش اسم جميل جسر الامل التنمية نكلمنا حضرتك بقى عن دورك واهتمامك بهذا الشأن بالذات الفترة الاخيرة والله احنا يعني في الصعيد عموما بيبقى فيه تهميش كبير لزاو الاعاقة لكن يعني مع تواصل مع المسؤولين في فترات الاخيرة كان فيه دمج معين ما بيننا وما بين التنفيذي بانه عنده يكون قبول انه يكون منفذ لبعض الاجراءات الخاصة لتسهيل العملية الانتقالية او العملية التشارقية في المجتمع مع زاو الاعاقة عموما فاصبح فيه تمهيد للطرق بصفة بسيطة مش كما يعتدق او كما يجب ان يكون يعني لا بالصفة البسيطة اللي ممكن تاهل زاو الاعاقة للتحرك اي ان كانت بقى نوع الاعاقة اي ان كانت نوع الاعاقة لكن طبعا مش زي ما هو في مخيلة حد انه ككود اتاحها عالمي او كود اتاحها بسيط سهل الاجراءات او خلاش التنفيذي اصبح متعسفا بانه يكون صعب انه خلي حد من زاو الاعاقة يحضر لندوة معينة لا انا بابسط الاجراءات بخلي زاو الاعاقة مشاركين في الندوات مشاركين في التنمية الساسية مشاركين في التنمية الاجتماعية مشاركين في كافة الحقول اللي يكون معهم ونتمنى المزيد يعني احنا بنطلب نتمنى المزيد وكما لا يكفي ان يكون الوجود فقط ولكن يكون فيه تفعيل لدو واتاحت او تسهيل الطرق لوجودهم بشكل فعلي وتحقيق التأثير المفروض بالضبط احنا يعني خلينا نتكلم عن مسأل سهاج مثلا احنا بعد تمهيد الطرق وبعد تواصلنا مع المسؤولين وبعض المشاركة السياسية اللي تم ايطاحتها وبعض المشاركة المجتمعية اللي تكلمنا عنها اصبح فيه فعلا ان كل مسؤول تنفيذي بيقوم باي اجراء او اي مبنى بيتم تجهيزه طبقا برضو القرار الوزراء القرار مجلس الوزراء يعني هو مش كلامنا بس احنا بنسعى وراء الهدف لتحقيقه تمام جميل طب حضرك بما ان ابتدى يكون فيه برضو يعني يعني بيده فرصة او يكون فيه نوع من انواع تقديم خدمات وعمل اجراءات او قوانين في الفترة الاخيرة اللي لفت نظرك وحسيت ان هو ده كمفروض يتعامل من زمان في حق زوي العقل طبعا يعني الرئيس عب فتاح السيسي يعني تفضل مشكورا بانه طلع قانون كان حلم الزوي العقل عموما انه يكون صادر بالنسبة لهم وطبعا قانون عشرة لسنة 2018 ده زي ما قلت حلتك كان حلم فيه كتير من البنود اللي تخص الزوي العقل لكن بعض البنود فيها صعب بتنفيذها حاليا وبنتمنى ان صوتنا يكون واصل للمسؤولين ان احنا عايزين كافة الاجراءات او كافة القوانين الموجودة داخل القانون تكون مفعالة على ارض الواقع ويتم الاشراف على تفعيلها ومنها كارت الخدمات اللي هو يسير الجدل حاليا كارت الخدمات المتكملة كارت الخدمات المتكملة ده يعني اصبح حلم الزوي العقل حاليا زي ما كانت شهد التعييد في مقبل تقول حلم بقى فانت عايزك تفهمنا اكتر كارت الخدمات المتكملة طبعا اتطرحت المرحلة الاولى فيه اللي هي خاصة بالاعقات الشديدة اختص فيها في حدود 10 او 12 اعاقة المختصين بالاعقات الشديدة اللي هيطلع لهم كارت الخدمات المتكملة وكارت الخدمات المتكملة ده بيسهل طبعا ان اي حد من مستحقي السيارات المجهازة طبيا بيكون لي حقيا انه اصحابها بالكارت ده زيرو جمارك يعني ما بيتفعش جمارك نهائيا طبعا برضو بيكون في النقل والموصلات التذاكر يعني انا جاي انا احد الاشخاص النهاردة تم يعني لما طلعت الكارنية الخدمات المتكملة وديتوا عشان اطع التذكرة يعني 50% تخفيض ده من ضمن الاجراءات اللي احنا نفزناها بالفعل او احنا حسينا بيها تمام طيب ما نيجي نتكلم بقى عن دور حضرتك عامة انا شايف اهتمامك طبعا بشأن عام وده شيء طبعا احنا سعداء ان نلاقي نموذج زي كده بالروح دي بالاهتمام الكبير بالشأن كله عرفني انت ناوي تعمل ايه وتدينا يعني ناخد خبر حصري ما كنتش قلت لحد انت ناوي تعمل ايه وتكون او انت مشارك في هذا الامر اللي انت عايز ما تعملش لزول الاعاقة وممكن يتعامل في بلاد تانية او في اماتي كمام اه يعني هو مش مجرد خبر حصري انما تنفيذ كان بيتمنى زول الاعاقة نا نقرأ افكارك اه انه كان اجراء كان بيتمنى زول الاعاقة اصحاب الكراسة المتحركة ان وزارة الشباب الرياضة مش بتطلع اصحاب الاعاقات مستخدم الكراسة المتحركة معها في اي رحلة من رحلتها ابي دفع اين عدم رابطة نقول مثلا ما عندهش الاوتوبيس الخاص بالنقل ليهم ان البلاجات اغلبها في الرحلات بتكون رملة مش هينفع يتحرك فيها الكرسي المتحرك ما عندهش الوسائل المساعدة زي الشخص نفسه المساعد ان يحرك الكرسي انا عن نفسي واحد من الصعيد هطلع رحلة في غضون عشر تيام لما عبد ابي دوس عندنا في طبع السياح والاثار وهيكون من خلاله اكتر من عشرين مستخدم الكرسي المتحرك تمام حضرتك قل لي بقى دور التوعية المجتمعية من اجل تحقيق الاهداف في مشاركة حقيقية لزاوي الاعاقة واندماجهم زي ما قلنا في المجتمع دورها وهل ليه وجود فعلا التوعية المجتمعية؟ هي قبل كده ما كانش لها وجود لكن بعد كده لما احنا ظهرنا وفيه غير كتير برضو من زاوي الاعاقة المتميزين جدا برضو عندي في الصعيد اصبح التواصل مع المسؤول خلى المسؤول نفسه ما يقدرش يعمل حاجة الا لما يكون عنده مشاركة مجتمعية من فئة زاوي الاعاقة سواء في ندوة او في حضور لقاءات معينة او في مشروع بيتعمل ايو تماما او في مشروع بيتعمل فاصبح طبعا زاوي الاعاقة مشاركين فعليا من ضمن الحاجات اولا سعيدة بحضرتك جدا وشرفتني اتمنى ان انا اشوف الروح دي والاهتمام بشأن عام مش شأن خاص فقط بالطريقة دي وان احنا ده دورنا ان احنا نحس ببعض ونفكر ونشتغل علشان حياتنا تكون افضل ومستقبلنا تحب حضرتك قبل يعني ان ما نختم فقرتنا كلمني عن انت عايز تقول ايه تاني يعني مفروض يفعل طبعا قلنا اكتر من حاجة احنا نشكر المسؤولين على كل فكرة وكل عمل حتى بدأنا فيه ولكن ايه اللي مفروض نهتم بتفعيله والاهمية ده هو احنا لنا طلب برضو كزاو الاعاقة عموما يعني وبنتمنى برضو صوتنا يوصل لاعلى قيادة سياسية ولا يكون الرئيس عبد الفتاح السيسي لان هو الاب الروحي اللي تبنى القانون احنا بنتمنى ان المشاركة السياسية لزاو الاعاقة تكون من خلال التقديم للمجالس النيابية سواء مجالس النواب او المحليات من خلال الكارت الخدمة المتكاملة تمام انا اولا سعيدة بحضرتك وتشرفت بيك واتمنى يكون لنا لقاءات قادمة نقرر لقاء ونتكلم في شؤون اخرى اكيد حضرتك اكيد ان شاء الله اتشرفت بيك اتشرف ليه فانيه سعيدت بمتابعتكم ونطلع فاصل ونرجع نشوف فقرتنا التانية وتباوين ورجعنا بعد الفاصل ومعانا في فقرتنا التانية هنتكلم عن او نقول من الفقرة بعنوان القدوة الحسنة وهي طريق للتربية السليمة القدوة معنى كبير ومهم ودورها في التنشيئة والتربية السليمة هنعرف دا كله مع فضيلة الشيخ تحسين عبده احد علماء الازهر الشريف وتاريخ كبير في المجال التربوي والدعوي اهلا يا فنم اهلا بحضرتك واستاذ في الاوقاف برضو طبعا خبرة كبيرة وتاريخ يمكن هنبقى نتكلم عنه في حلقات بقى اشكرك اشكرك اشرفت بحضرتك القدوة كلمني حضرتك اولا نبدأ الاساليب والبيئة الصالحة لتنشيئة سليمة تمام ان شاء الله قبل ما ابدأ بإذن الله تعالى كنت عاوز على الموضوع ثم علق اولا على الامراض المنتشرة حاليا ومرض قرون المعروف احسنت حضرتك اه بضبط حتى نبدأ بدعاء لان طبعا في حديث ورد عبدالله سلم ما ظهرت الفحاشة بقوم اعلنوا بها احسنت حضرتك اهلا ظهر فيه متعون والامراض التي لم تكن في اسلافهم من قبلهم وذلك هو بدأ في الصين فطبعا دي بما ان الموضوع خاص بالتربية وخاص بتوعية الابناء انا ان شاء الله انهم يتربوا تربية صحيحة وسليمة بندعو ان شاء الله ان ربنا سبحانه وتعالى يقيننا من هذه الامراض اه وان يربي اولادنا على الدين الصحيح والاخلاق الصحيحة حتى يتلاشوا هذه الامراض بل اضافة مع الاخذ بالاسباب اللي هو طبعا بالاسباب الطبية والاسباب العلمية تمام اه حضرتك يعني الرسول عليه الصلاة والسلام كان بيدعي بايه لما يكون في ابتلاء بيعني في حالة ما حصلت وبتضر بالناس كلها او بتسبب يعني هذا النوع من اللي احنا شايفينه تمام بشكل عام فكان اللي بيدعيه عشان ربنا يرفع البلاء ده عن الامة بصحة ديك هو الادياء كتير جدا ولكن احنا بنقول الاخلاص في الدعاء هو سيد الاجابة الواحد يكون مخلص في دعاءه اي دعاء اي دعاء يقوله كلام جميل بس يكون مخلص وفي سجود ان شاء الله طب ربنا سبحانه وتعالى سيرفع عنا البلاء نقول اي دعاء ان ربنا يرفع عنا البلاء مثلا امثلة الادياء اه يعني مثلا اللهم قنى الامراض ما ظهر منها وما بطن اللهم قنى الفحشاء اللهم ربي اولادنا وربينا على الدين الصحيح وقنى من الامراض ما انتشرة منها وما ظهر منها وما في حاجة بس عاوز اقوله قبل ما اكمل اللي هي التعليق على الموضوع نفسه اللي هو ايه التربية الصحيحة طريق ايه اه تفضل بقى التربية القدوة الصحيحة او القدوة حسنة طريق التربية السليمة يعني معنى ذلك ان اذا رب الاب ابنه على خلق سيء سيكون تربية سيكون تربية سيئة او تربية مريضة اذا رب الاب ابنه على القصوة والتسلط فسيكون تربية خاطئة وسيكون تربية ايضا مريضة فعكس السليمة المريضة عشان كده ننصح كل اب وام ان شاء الله يستمعوا لهذه الحلقة الممتازة حتى يستفيدوا منها كافر ربي كل ابنه جميل جدا نتكلم عن الاخلاق والتربية الدينية السليمة ان احنا ما نطلعش الاولاد بيعبدوا ربنا عشان خايفين يتضربوا او خايفين من ربنا جدا ان هيحصل لك طب ازاي ان ربهم بيحبوا ربنا عشان كده بيلتزموا بالفروض وبالتعاط وبيبر الوالدين وكلام بك هقولي حديك حاجة كان والدي الله يرحمه كان بيربيني على هذا المعدة كان يشجعني ويديني فلوس حتى اذهب الى الصلاة ويديني فلوس حتى ومكافأة حتى اقرأ القرآن ولم يتصلت علي فالذلك لم اكره القرآن وحفظت القرآن الحمد لله لدرجة جعلني معاه في نفس المدرسة وكان معالي لا اكيد عمل كده وانت فطرت مرحلة الطفولة بس اكيد انت لما كبرت يعني برضو الاب مش هيعلم الولد ان هو يتجيله الفلوس عشان كده بيصال لي بس انت اكيد لما كبرت تفهمت بشكل مفتل لما كبرت طبعا عرفت ان دبعا لابد ان كل انسان شرف لي انه يحفظ القرآن حتى يسعى في الدنيا الاخرة انت فخور بنفسك اه كما قال رسالة من اراد الدنيا عليك القرآن حياتنا كل من حفظ القرآن الكريم وربنا يا ربي يتقبل مننا جميعا ممكن بقى اسأل حضرتك العنف ضد الاطفال دي طبعا نقطة يا ريت كلنا نسمحها تمام العنف ضد الاطفال يعني عشان دي نقطة مهمة جدا يا ريت نتكلم فيها يعني نختنج تمام هو اكبر مرض منتشر الآن لان كل قب بيرى ان القصوى والتسلط على الابن هو الوسيلة الوحيدة للتربية ولكن هذا خطأ لانه بينشأ في الطفل بيجعله انه غير سليم ويجعل الطفل طبعا شخصيته ضعيفة بل ويؤثر اصدح لجعل المدى البعيد ويؤثر فيه انه هو طبعا بيرى ان القصوى دي هي المفوضة يمارسها في حياته فبنرى كدير من الاجتماعي طب لغة الحوار حضرتك قول للأباء والأمهات ان يكون فيه لغة حوار مع الطفل او حتى الأولاد في المراقة بسرعة حضرتك كلمني في النقطة دي بسرعة لاني عايزة انهي المهدسة دلوقتي فيه حاجة مهمة جدا وهي يعني رسالة كده للأب والأم دلوقتي بالضبط اللي انت بتنشئه لأبنائك هو اللي هيكون لك في المستقبل بمعنى ايه بمعنى اذا كمشيت عواج سير الابن همشي عواج حتى قيل في بعض الأبيات ماشى سرطانه بعواج فقلت